والآن إلى أبرز ما تم تدوله عبر منصات التواصل الاجتماعي اخترنا لكم مقالاً نشرته صحيفة هارتس على صفحتها في فيسبوك وتويتر وورد المقال تحت عنوان بعد عام هذا هو سبب فقدان الحكومة الإسرائيلية شعبيتها ويتحدث المقال عن الحكومة بشكل خاص وأنه على الرغم من كل الصعاب تحتفل حكومة بانت لابيد بالذكرى السنوية الأولى لتأسيسها ومع ذلك على الرغم من تمثيلها لأجزاء من المجتمع الإسرائيلي أكثر من أي وقت مضى فقد تبين أن الوحدة ليس لديها الكثير من المرحبين الجزء الوحيد من المجتمع الإسرائيلي الذي لم يتم تمثيله هو الألترا أرثو دوكس لكنها كانت أول حكومة برئيس وزراء أرثو دوكسي ويرتدي الكيبا وهو نفتالي بانت وعدد كبير من المشرعين الدينيين بالإضافة إلى الحخام الإصلاح الأول كعضو في الائتلاف ورئيس لجنة الكنيست ويقول الكاتب أنشل بفيفر في هذا المقال في العام الأول لهذه الحكومة تعامت مع موجتين أخرين من كوفيد-19 دون لجوء إلى الإغلاق وأخيرا قررت موازنة الدولة بعد ثلاث سنوات حالت دون إجاء انتخابات أخرى تمت الموافقة على تمويل كبير للمجتمع العربي وقد أدى تضاف جهود الشرطة لمكافحة العنف بالفعل إلى انخفاض كبير في قضايا القتل وعلى الرغم من توتر الشهر خلال شهر رمضان فقد تمكنت من تهدئة الاترابات هذه هي حسب ما يقول الكاتب إنجازات حكومة بنت لبيد التي تحتفل بعامها الأول يعني بعد كل هذه الإنجازات التي ذكرها الكاتب إلى أن هذه الحكومة بالتأكيد لا تحظى بشعبية في كل استطلاع تقريبا تم إجراؤه خلال العام الماضي كانت جميع أحزابها الاقتلافية باستثناء حزب يائر لبيد يشعتين إما راكدة أو أسوأ مما كانت عليه في انتخابات أذار 2021 ويكمل الكاتب فيقول في استطلاع للقناة الثالثة عشر الأسبوع الماضي أجره البروفيسور كاميل فوكس وهو أيضا خبير استطلاعات رأيه في صحيفة هارت تراجعت أحزاب الاقتلاف التي فازت بواحد وستين مقعدا في الانتخابات الأخيرة إلى ثلاثة وخمسين مقعدا أما فيما يتعلق بالقائمة العربية الموحدة فلم يشهد ناخبو الموحدة حتى الآن أي مكاسب مادية ملموسة ناتجة عن انضمام الحزب غير المسبوق إلى الاتلاف وذلك على حد تعبير الكاتب ويقول أيضا الكاتب حزب منصور عباس الذي بالكات تجاوز العتبة الانتخابية قبل خمسة عشر شهرا هو أقل من ذلك في الاستطلاع الأخير وبالتالي لن يظهر في الكنيسة المقبل إذا حدث يوم الانتخابات الأم هذه الحكومة بعيدة كل البعد عن الكمال لكنها أنجزت الكثير مما كان من المقترض أن تفعلها إن التشريعات والإصلاحات التي فاشلت في تنفيذها مثل القوانين التي كانت ستمنع مرشحا متهما مثل ناتنياهو من منصب رئيس الوزراء والتشريعات المتعلقة بقضايا الدين والدولة ترجع إلى حد كبير إلى الاختقار إلى الأغلبية وختم الكاتب المقال بعبارة ميل إلى السخرية من وحدة المجتمع الإسرائيلي الاستنداج الذي لا مفر منه هو أن المجتمع الإسرائيلي ببساطة غير موجود الوحدة ليست منتجا ساخنا في أي مكان في السوق السياسي الإسرائيلية لقد صوت الإسرائيليون ضد بيبي وضد المؤسسة اليسارية وضد العرب لكنهم ليسوا في حالة مزاجية للتصويق للصالح أي شيء أو أي شخص آخر إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا البانورامية نلقاكم غدا بحلقة جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة